ومتابعة لآخر التطورات فيما يتعلق بالإعصار المداري لبان ببحر العرب ينضم إلينا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة العامة للطيران المدني مرسلنا محمود بن سهيل تابوك محمود أعود إليك من جديد بعد صدور التنبيه الأول محمود كيف تبدو القراءة الحالية وتوقعات المركز حيال هذه الحالة المدارية نعم طلال بعد إصدار التنبيه الأول وبانتظار التنبيه الثاني الذي سوف يصدر تقريبا الساعة 11 مساء من مساء اليوم كل المؤشرات تشير إلى نفس المسار الذي يتجه إليه مركز الإعصار هو للجمهورية اليمنية والمصحوب طبعا بهذه الأمطار الغزيرة راح تكون في الأيام القادمة لم يستجد جديد إلى هذه اللحظات لكن هناك أيضا خارطة توضح لنا مسار الإعصار وأيضا كمية الأمطار من خلال هذه الشاشة التي سوف يطلعنا أيضا محمود الخيار رئيس قسم التنبات عن آخر الإحداثيات وعن هذه الحالة المدارية لوبان محمود لو تطلعنا أكثر التفاصيل ساعات ونحن هنا نتواصل معكم لمتابعة هذه الحالة المدارية لوبان ما هو الجديد في هذه الساعة بعد إصدار طبعا التنبيه رقم واحد نعم طبعا الجديد هو أننا نصدرنا تنبيه رقم واحد التنبيه يعني أن الحالة على بعد 48 ساعة من التأثيرات المباشرة والتي هي من المتوقع أن تصل يوم السبت القادم طبعا التأثيرات المباشرة لما تكلم عنها أمطار غزيرة رياح شديدة ممكن المحتملة أن تكون بعض الفيضانات المحلية بسبب كمية الأمطار القوية أو الغزيرة التي راح تهطل من خلال الإعصار المداري لوبان لا جديد بالنسبة للمسار ممكن نلاحظ أن الخرائط ما زالت تشير إلى اتجاه الإعصار إلى السواحة اليمنية التوقعات نابي تأثر محافظة الضفار وكذلك أجزاء من محافظة الوسطى بأمطار تبدأ متفرقة ومع مرور الوقت تزداد هل من المحتمل تغير مسار الإعصار بما أنه يتحرك ببطء شديد ويتجه مباشرة إلى أرض السلطنة أو ما زالت المؤشرات واضحة بالنسبة للأيام القادمة أنه مسار متجه إلى الجمهورية اليمنية طبعا لو دخلنا نوعا ما في التفاصيل تفاصيل المسار حركة الإعصار حاليا حركة بطيئة نوعا ما ممكن تكون سرعة وما يقارب من 7 كم في الساعة باتجاه السواحل اليمنية جميع المسارات وجميع الخرائط تبين أن الإعصار يتجه إلى الجمهورية اليمنية فرصة تحولها أو تغيرها لحد البيانات الأخيرة أو التحديثات الأخيرة تشير أن الفرصة غير واردة لتحول الإعصار واتجاهها إلى سواحل السلطنة كل المؤشرات تبين أن الإعصار يتجه باتجاه السواحل اليمنية مع تأثيرات مباشرة علينا خلال يومي السبت والأحد وتأثيرات غير مباشرة خلال اليومين القادمين أو ابتداء من مساء اليوم محمود لو نلاحظ في هذه الخارطة الآن التي نشاهدها معا مع المشاهدين الكرام مسار الإعصار المتجه تقريبا إلى محافظة المهرة وأيضا المحافظات الأخرى في الجمهورية اليمنية هل هو هذا طبعا المسار الأخير النهائي بالنسبة لهذه الصورة طبعا المسارات الحالية هي المسارات والتحديثات الأخيرة ستكون هناك تحديثات مستمرة خلال كل 6 ساعات وأحيانا كل 12 ساعة بالنسبة لجميع هذه المسارات لكن نلاحظ أن هناك إجمار هناك خط أخضر وخط أيضا أخضر يبين لنا في الصورة لو توضح لنا هذه الخطوط هذه الخطوط تمثل النماذج المختلفة سواء كانت نماذج عمانية باللون الوردي أو النماذج الأخرى مثل النموذج الأوروبي والنموذج البريطاني هناك شبه إجماع على المسار على أن يدخل الإعصار المداري لبان اتجاه السواحل اليمنية تحديثات مثل ما ذكرت مستمرة لهذه المسارات وتختلف قد تختلف تدريجيا أو من وقت لآخر ولكن أغلب الظن أغلب التوقعات تشير إلى اتجاه السواحل اليمنية محمود نتحدث عن كمية الأمطار مثل ما نشاهد في هذه الصورة الأخرى ربما تحظى بنصيب كبير أيضا محافظات محافظة الوسطى وأيضا صحراء ربع الخالي في شمال شرق محافظة الضفار نعم طبعا حسب ما تشير إليه صور الأقمار الاصطناعية نلاحظ أن الحركة الدورانية مستمرة بالنسبة للإعصار المداري لبان من المحتمل أن يتطور إلى الدرجة الثانية خلال القادم الوقت نتكلم بالتحديد خلال 24 ساعة القادمة من المحتمل أن يتطور لبان إلى الدرجة الثانية قبل أن يتدنى مباشرة بعد وصوله إلى اليابسة بالنسبة للصورة الأخيرة هناك في الشاشة توضح أيضا ما يوم الجمعة أو اليام القادمة عن مركز الإعصار وباتجاهها وكمية الأمطار التي تصحب إعصار وهذه الحالة المدارية نشاهدها في الصورة الآن نعم هذه هو نموذج من النماذج التي تبين اتجاه الإعصار وكميات الأمطار التي من المحتمل من المحتمل أن تهطل خلال مرور الإعصار لبان باتجاه السواحل اليمنية وتأثيراتها المباشرة على محافظة الضفار وأجزاء من محافظة الوسطى مثل ما نلاحظ هنا كميات والألوان تختلف وكل لون من هذه الألوان تبين أو تشير إلى كميات مختلفة كل ما اقتربنا من مركز الإعصار أصبحت الألوان أكثر وبالتالي كميات الأمطار المحتملة أكثر وأكثر محمود شكرا لك على هذه الإضاحات نسأل الله إن شاء الله أن تكون أمطار خير وبركة على هذه الأرض الطيبة شكرا شكرا لكم إذن طلال كان الحديث بالتفصيل عن هذه الحالة المدارية لبان نتمنى من المشاهدين الكرام هناك في الجمهورية اليمنية لمتابعة هذه الحالة المدارية بإمكانهم متابعة حول هذه الحالة تغذية الهيئة العامة لدعوة التلفزيون ومن هنا أيضا من المركز الوطني للإعصار للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالتفصيل لنضمن سلامة الجميع بإذن الله نعم محمود بن سهيل تابوك مرسلنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة شكرا لك